أهلا بكم عزائي المشاهدين في المناظرة اليومية الاعتراف الإسرائيلي بسيادة المغرب على الصحراء لم يكن مفاجئا خاصة وأنه هو حجر أساس الاتفاق الثلاث بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة والذي بموجبه استأنف الجانبان الإسرائيلي والمغربية العلاقات بينهما لكن توقيت الاعتراف هام جدا بالنسبة للجانب المغربي لأنه جاء في وقت يمارس به الاتحاد الأوروبي ضغوطا على الرباط بالشأن تمديد اتفاقية الصيد والتي قضت محكمة العدل الأوروبية بإلغائها بسبب النزاح حول الصحراء إذن هل الاعتراف الإسرائيلي يعتبر إنجازا للديبلوماسية المغربية خاصة في وقت تمارس به أوروبا ضغوطا على الرباط؟ لنبدأ المناظرة وأرحب بضيفي نضم إلي الصحفي المغربية الأستاذ سعيد العفاسي أهلا بك سعيد معنا كما ينضم إلي من مدريد الناشط الصحراء والطالب علي سالم أهلا بكما ودعوني أن أبدأ هذه المناظرة معك الطالب يعني يا طالب النشطاء الصحراويون يقللون لربما من هذا الاعتراف الإسرائيلي لكن كانت تصريحات اليوم لزعيم البوليساريو إبراهيم غالي وحذر من خلال هذه التصريحات من تداعيات هذا الاعتراف الإسرائيلي كما وأنه أمر مقاتليه بأن يعني لربما بتصعيد القتال بعد هذا الاعتراف السلام عليكم شكرا على الاستاذة نحن لا نقلل من شأن هذا لأنه يشكل خطر ليس فقط على الدولة الصحراوية وعلى الشعب الصحراوي بل يشكل خطر على المنطقة ككل في شمال فريقيا يشكل تهديد مباشر لجزائر تهديد مباشر لموريتانيا تهديد لتونس لليبيا ويشكل خطر على القضية الفلسطينية لأنه نرى كيف دولة عربية تتواطأ مع إسرائيل في احتلاله للأراضي الفلسطينية لكن عندما نتحدث عن أهمية وتأثير هذا الاعتراف على القضية الصحراوية لم يؤثر شيء لأنها القضية الصحراوية كما أقول دائما لا زالت مطروحة عند الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار الاتحاد الأفريقي كما أقول دائما لا زال يعترف بالدولة الصحراوية وأعتقد أنه فقط مناورة من طرف المقرب ومحاولة من طرف المقرب لصرف الأنظار عن الصفع التي تلقاها منذ يومين من طرف الاتحاد الأوروبي وهو إلغاء الاتفاقية التي كانت تربطه مع المقرب لأنها تشمل الصحراء الغربية فالاتحاد الأوروبي تراجع خطوات في دعمه للمقرب وبدأ في الاعتراف بجبهة البوليساريو كسيد وحيد على أراضي الجمهورية الصحراوية وبدأ في خطوات التفاوض مع جبهة البوليساريو فيما يتعلق بالاتفاقيات التي تشمل الصحراء الغربية وسحب هذه الورقة من المقرب هذه تعتبر صفعة للدبلوماسية المقربية ولذلك في نفس اليوم أعلن المقرب عن هذا الاعتراف المزعوم من طرف إسرائيل بمغربية الصحراء ويأتي كما أقول لصرف الأنظار عن الخبر الأول وهو الخبر المهم هذا كنقطة أولى النقطة الثانية تحدثت إن كان المقرب سجل أو الدبلوماسية المغربية سجلت انتصار بالطبع لا الاعتراف الإسرائيلي التي إسرائيل نفسها تفتقد الشرعية لقد رأينا كيف إسرائيل طيلة أكثر من ثلاثين سنة تحمل حقائبها أو راقوها من الأمم المتحدة للإتحاد الأوروبي للإتحاد الأفريقي تبحث عن شرعية إسرائيل نفسها كيف الإسرائيل تعطيك شرعية وهي ما لم تلقى شرعية مدة ستين سنة فهذه تعتبر صفعة للدبلوماسية المغربية والنقطة الثالثة هي النقطة سجلتها الدبلوماسية الصحراوية لأنها حصلت على هذا الاتفاق أو لغاء هذا الاتفاق من طرف الإتحاد الأوروبي واعتراف المحاكمة الأوروبية بجبهة البوليساريك الممثل وحيد للسيد على هذه الأراضي وهو الشعب الصحراوي نعم سعيد استمعت إلى طرح طالب يعني لا يعتبره لربما إنجاز لديبلوماسية المغربية لتحدثنا ما هي القيمة التي اكتسبها المغرب من هذا الاعتراف الإسرائيلي مساء الخير للجميع أولا أعتقد أن هناك تناقض كبير من ما يقوله الضيف وبما يقوله البيان الرسمي الذي أصدره رئيس الجبهة البوليساريو الذي قال بأن قرار اعتراف إسرائيل بالسيدات المغربة على الصحة هو لا قيمة له لكن في نفس الوقت قال وهذا موجود في البيان الرسمي للجبهة قال بأنه يحمل المجتمع الدولي مسؤولية تأثير والعكاسات السلبية على اعتراف إسرائيل بالمغربة ثم كذلك سنجد في البيان بأنه يقول بأنه يقول لعناصر البوليساريو أن تصعد من القتال ضد المغرب فهناك أن هذا الاعتراف الذي قاله نطنياهو في رسالة إلى العاهل المغربي زعزع قلوب أعناصر البوليساريو من ضمنهم الأخ المتواجد أمامي لأنه يدرك جيدا بأن هذا ليس انتصارا الانتصار الذي كان للمغرب في قضية سحراء كانت سنة 1975 وانتهى الموضوع وإنما هذا امتياز جديد ينضاف إلى الدبلوماسيا المغربية وليس فقط للدبلوماسيا المغربية وإنما الاستراتيجية المغربية التي نهجها في هذا الملف لمحاصرة المد الإيراني الذي يدعم البوليساريو بالأسلحة وبالتدريبات وبالعتاد ويحاول أن يقلس من تواجدها داخل المنطقة حتى لا تتوتر الأمور أكثر وبالتالي المغرب يعتبر سيادة المغرب هي سيادة قيمة موجودة منذ 1975 ولسنا في حاجة إلى من يعترف بسيادة المغرب على سحرائه وإنما نعتز بمن يساند قضية المغرب الأولى وهي قضية السحراء وأما ما يقول الأخ الطالب فهو مجرد طرهات ويعيد نفس السيناريوهات ويدهب بعيدا إلى التفاقيات الالتحاد الأوروبي الالتحاد الأوروبي بالأمس قال بأنه في بيان مشترك مع المغرب بأنه يبحث ويدعم تمديد الاشتراك قبل أن أخذ فيما يتعلق باتفاقية الصيد السعيد يعني ما أهمية الاعتراف الإسرائيلي بالنسبة للمغرب خاصة وأن إسرائيل ليست قريبة من الحدود المغربية وبالتالي هي أيضا ليست عضوا في الاتحاد الإفريقي طبعا عضو رسمي إذن لماذا هذا بالفعل مهم؟ هذا مهم من ناحية تانية من ناحية تانية أريد أن أشرح أنه يرسل رسالة مهمة لدول الاتحاد الأوروبي بأن تنتبه إلى أن قضية الصحراء في المغرب هي قضية أولى ومن يريد أن يتعامل المغرب يجب أن يضع نصب أعينه قضية الصحراء وهي رسالة موجهة إلى الدول المعادية لسيادة المغرب على الصحراء وعلى رأسها فرنسا فرنسا التي أضعفت من الداخل ولم يعود لها تأثير قوي حتى على المستوى الأوروبي ونحن ندرك جيدا ما تعيش فرنسا من قلاقل ومن فتن داخلية وبالتالي الرسالة موجهة رسالة اعتراف إسرائيل بالصحراء المغربية هي موجهة إلى دول أعضاء الاتحاد الأوروبي لكي يقول لهم بأنه من يريد أن يتعامل المغرب يجب أن يضع نصب عنه قضية الصحراء وبالتالي هذا المنظور وهذا الاهتمام بقضية الصحراء هي قضية لاعتبارها أنها قضية أولى في المغرب ومن الشعب من الحكومة من الملك إلى كل متواجد مغربي يريد أن تكون قضية الصحراء قضية أولى لأننا تعبنا من هذا الموضوع وتعبنا من بعض النباح الذي نسمعه من أوروبا أو من جبهة البوليزاريو أو حتى من الجزائر نعم الطالب بالرغم من ما تحدثت عنه حول دولة إسرائيل ونعرف موقفكم من هذا ولكن إسرائيل رغم صغر حجمها في نهاية المطاف هي دولة وازنة في المنطقة وكذلك في العالم ولا شك أن لربما هذا الاعتراف الإسرائيلي أيضا سيؤثر على موقف إداءة الموقف الأمريكي وموقف إدارة الرئيس الحالي جو بايدين وبهذا يمكن القول أنها لربما بعد هذا الاعتراف ستبدأ الولايات المتحدة بتنفيذ تعهداتها المتعلقة بالصحراء هذا ما كان يقال سيدة الكريمة منذ ثلاث سنوات عندما قام ترامب باعترافه الشهر بما يسمى مغربية الصحراء المزعومة وتم التعهد بتصريح من طرف السلطات المغربية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية لفتح سفارة في أراضي الصحراوية المحتلة في الأشهر المقبلة كما قال الوزير الخارجي المقربي ولقد فاتت الآن ثلاث سنوات والإدارة الجديدة إدارة بايدين التصريحات التي أتت في عدة مرات من طرف بلينكين وهو وزير الخارجية الأمريكا والمكلف بالشؤون الخارجية الأمريكية قال نحن بالحرف الواحد ندعم مجهودات الأمم المتحدة لإجاد حل هذا النزاع وندعم الموعوث الأممي ستيفان ديمستورا وطبعا من يدعم الأمم المتحدة بطريقة مباشرة وغير مباشرة يدعم الاستفتاء لأن الأمم المتحدة تعمل على تطبيق الاستفتاء ولديها لجنة لقامة الاستفتاء وهي لجنة المينورسو التي موجودة في الصحراء الغربية فهذا طبعا لم يقير شيء صحيح ويمكن للإشارة أن هذا الاعتراف من طرف إسرائيل يمكن له أن يعزز الشراكة العسكرية التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على الشعب الصحراوي يعني التعامل بالدرونات إلى آخره أو الاستنجاد بإسرائيل أو الجنود الإسرائيليين أو بعض الاستراتيجيات العسكرية الإسرائيلية للمهاجمة على عناصر جيش الصحراوي التي تتواجد في الأراضي الصحراوية في حرب مفتوحة ضد المغرب وهذا سيؤثر طبعا على القضية الصحراوية لكن كذلك هذا يعطي للشعب الصحراوي أكثر عزيمة لأنه لا يكافح فقط ضد الاستعمار المغربي فهو يكافح كذلك ضد الإسرائيليين وهذا كذلك سيؤثر على القضية الفلسطينية لأنه المغرب سيعطي لإسرائيل نوع من المساعدة للدخول في العالم العربي ومحاولة فرض وجودها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وسيدعم كذلك إسرائيل في قصفها لقزة وقصفها للأطفال الفلسطينيين فأعتقد أنه أن يصل بك الحال إلى أن تتحالف مع الصهائن على أبناء عمومتك من الفلسطينيين ومن العرب أعتبره أقصى حد من الظلم وأقصى حد من الانحطاط وأقصى حد من الفشل وعدم الكرامة وعدم احترام الذات قبل أن يكون احترام الشعب المغربي فحقيقة شيء مؤسف أنه من يترأس لجنة القدس وهو الملك المغربي التي تقول أنها لجنة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني نراه كيف يتحالف في نفس الوقت مع من يقتصب أراضي الشعب الفلسطيني ومن يحتل الشعب الفلسطيني ومن يقصف الشعب الفلسطيني فالتحالف مع إسرائيل هو إهانة نعتبر إهانة للشعب المغربي ولكل الشعوب العربية لكنه يزيد من عدالة القضية الصحراوية ويزيد من عدالة القضية الفلسطينية وأطرح سؤال مهم جدا يجب على كل المشاهدين وكل العرب أن يطرحوا هذا السؤال إذا كانت الأراضي الفلسطينية حقا أراضي إسرائيلية لماذا يحتاج إسرائيل إلى هذا التطبيع مع المقرب وأن تفتح له المقرب سفارة في الأراضي الفلسطينية المحتلة هذا دليل واضح على أنه إسرائيل يحاول أن يمرر احتلاله للأراضي الفلسطينية وكذلك بطريقة مختصرة نفس السؤال في الصحراء الغربية إذا كانت الصحراء الغربية أراضي مغربية فيما لا يحتاج المغرب إلى هذا التحالف مع إسرائيل وفتح سفارة إسرائيلية في الأراضي الصحراوية نعم سعيد لربما تريد التعقيب على كل هذه الأسنة وفيما يتعلق بالإهانة للشعب المغربي بعد هذا هذه ليست إهانة وإنما هو الذي يعتبرها إهانة ألم تعتبر بأنه إهانة للشعب المغربي والمغارب الحرارة إذا سمحت تعلم أن تسمع لأنني لا أريد أن أدخل معك في السجال حتى لا تقول أنني أشخص القضايا وخلينا نحكي بشكل جدي أعتقد بأن الإهانة إذا كان يتحدث عن الإهانة يجب أن يتحدث عن الإهانة التي تغلقها الرئيس الجزائر عندما زار روسيا وقال ويتوسل من روسيا قال بأنه تضمن حرية وأمن الجزائر كيف لدولة تقول عن نفسها تدعم القضايا الفلسطينية وتدعم الفلسطينية وتذهب إلى روسيا وتذهب إلى روسيا وتقول بأن روسيا التي تدعم الأمن وحرية طالب لو سمحت وبالتالي عندما يتحدث لا تقاتعني لا تقاتع أنت عندما نحكي في التوتر في قضية معينة تحاول أن تهجم لكي نلغي الموضوع لكن عندما تتحدث عن القضية الفلسطينية وفي قلب الحكومة المغربية وفي قلب العاهل المغربي والذي ترأس لنجزة القدس المغرب يضع نصب عينيه السلطة الفلسطينية والقضية الفلسطينية كقيمة كبيرة لدى المغاربة ولا أحد يزاول في هذا يناقش في هذا وإلا أنظر إلى ما يقدهم المغرب للأشقاء الفلسطينيين من دعم مادي تحارف مع إسرائيل لذلك أنت تريد أن تغطي عن الموضوع أنت تحاول أن تغطي على الموضوع بالستراتيجية التي ينهجها المغرب وبالشراكة والاتفاقية التي يحاول المغرب أن يعقدها مع بعض الدول الصديقة التي يعتبرها مساندة لقضيته ولسيادتها الوطنية يا أخي لا تخلط الحابل والنابل ولا تشرك القضية الفلسطينية مع اعتراف إسرائيل بقضية إسرائيل لأنها هدف كفة وهدف كفة المغرب يحاول أن يبحث عن توازن موجود وله هذه القيمة المغرب له هذه السلطة ونتذكر جيدا أن المغرب عندما قال لإسرائيل بأن تفتح معبر ما بين الحدود الفلسطينية والأردنية والإسرائيل فتح لأن المغرب قال ذلك وفتح بمعنى كلمة المغرب موجودة وسلطته موجودة حتى على إسرائيل وبالتالي هذه الاتفاقية هي اتفاقية يا أخي هي ليست موجهة لا للجزائر ولا للبوليزاريو المغرب كما نقول له سلطته السيادية والعسكرية ويمكن أن يدافع عن نفسه وليس في حاجة إلى من يسانده في هذا العسكري لأنه عنده جيش وعنده سلاح ويمكن أن يقف في أعتى الجيوش التي يمكن أن تمس سيادة المغرب أنتم تخافون أنتم تخافون أنتم تخافون فقط عندما يمد يد المغرب إلى أي دولة من أجل التفاقية تثيرون زوبعة وتسكتون من بعد ولكن لا تنظرون إلى الشركات التي يعقدها أو تعقدها الجزائر عندما أتحدث عن الجزائر أتحدث عن البوليزاريو لأن أنتم مجرد مرتزقة لا وجود لكم على أرض أنتم بأنفسكم محتلون لتندوف ومحتلون لبشار وبالتالي هذه أراضي مغربية يجب أن تعود إلى الأراضي المغربية نعم سعيد لنضي الطالب أن يعقب كفانا من هذه البداغوجية ومن هذه الاستراتيجية التي لا تجدي ولا تنفع ولا يستلها قيمة في القبيلة الطالب يعني أنت تتبسم ولكن في نهاية المطاف يوضح سعيد أن أي اتفاق مع الجانب الإسرائيلي أو دول أخرى هو في نهاية المطاف غير موجه ضد جبات البوليزار ولا الجزائر طبعا أستاذتي أنا أتبسم لأنه هذا شيء جديد أن يصف الشعب الصحراوي بأننا نحن شعب محتل مرتزقة 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 محتلون مرتزقة سعيد لو سمحت لا أرد لكم لا أرد لكم سعيد لو سمحت الأرض تندوف بالشار محتل لم ترد الجزائر ويأراضي مغربية سعيد لنضيط طالب لو سمحت أعتقد والله أستاذتي أعتقد أنه إذا واصل على هذا النهج ويصف الصحراويين بالمحتلين فالخطوة المقبلة ستكون مطالبة الفلسطينيين لانسحاب من الأراضي الإسرائيلية الذي يحتلونها فهذا هو المنطقة الذي يبدو الآن بدأ الشعب الصحراوي محتل تندوف والشعب الفلسطيني يبدو أنه محتل لأراضي إسرائيلية والمغرب ستطالب الفلسطينيين بالانسحاب من هذه الأراضي هذه نكتة المغرب التي يتخبر هناك لكن أظن أنه التحالف ما بين إسرائيل بلغة أخرى أنتم قطاع أكثر أقل من 20% سعيد لو سمحت ليكمل الطالب الفكرة فقط لو سمحت نعم طالب تحالف ما بين المغرب وإسرائيل هو أكبر دليل على أنهم كلاهما دولتان محتلتان تمارسان الإبادة وتمارسان جميع أنواع الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وضد الشعب الصحراء وتحدثها ضيفكم أنه المغرب يقدم الكثير للقضية الفلسطينية والله أينما قدمت للقضية الفلسطينية أين أنت؟ أين أنت؟ من شيد مطر غزة؟ من شيد المستشفيات؟ من قدم المساعدات المالية للفلسطينيين؟ أنت لا تقلأ ولا تسمع ولا تريد أن تسمع تناطم لو سمحتمها سعيد لو سمحت نعم طالب أقبل الفكرة بجملة لو سمحت بالطريقة المختصرة أقبل الفكرة تحدث عن المساعدات الرئاسة الجزائرية أعلنت منذ أسبوع فقط مساعدات تبلغ 30 مليون دولار للحكومة الفلسطينية لمساعدة مخيم جنين بعد الهجوم الإسرائيلي كل الدول العربية سندت وعطت مساعدات الدولة ليس الجزائر وحدها كانت تستقبل الوزراء الإسرائيليين بالأرود والرقص والموسيقى وكانوا الوزراء الإسرائيليين يرقصون في المغرب هذا مغاربة انتبه هذا مغاربة المزراء الذين زادوا المغاربة عندهم جنسية مغربية مغاربة ياود ليس لك الحق في هذا من حقهم أن يرقصوا عندما دخلوا إلى بلد جديدهم أن يتمتعوا بالحرية وأن يرقصوا وأن يستمتعوا ببلدهم ولكن الطالب بعيدا عن القضية الفلسطينية وبعيدا عن هذا الاعتراف وفيما يتعلق بالتعاون المغربي الإسرائيلي إلا أننا نرى أن رغم كل جهود البوليساريو ومعها الجزائر لا نرى تغيير في موقف الدعم لجانب البوليساريو نرى إما أن موقف البوليساريو في تراجع أو في ركود من ناحية الدعم الدولي إذن لا نرى أيضا أن دول أخرى تتعامل معكم هذا هو جوهر الموضوع أنه لا يوجد تغير غضية الصحراء الغربية مطروحة كقضية تصفية استعمار الأمم المتحدة تعمل على تصفية هذا الاستعمار من جانب آخر هيئة الاتحاد الأفريقي تعترف بالدولة الصحراوية كل دول الإقليم من موريتانيا إلى ليبيا إلى الجزائر تعترف بالجمهورية الصحراوية وهذه هي الحقيقة الموجودة على الأرض لم تتغير لا باعتراف ما يسمى تراب ولا باعتراف إسرائيل لا تغير نحن نرى الآن خطوات حتى من خلق الإسراء الغرفي في الاعتراف لماذا تزوج جسون؟ لماذا تخافون؟ لماذا تتكلمون؟ أعرف أنها الحقيقة مؤلمة أعرف أنه المغرب يتواجد في آخر حلقة يعيش آخر حلقة له من احتلال الصحراء الغربية لذلك لجأ إلى إسرائيل لأنه أكبر حلفاء المغرب كانت فرنسا وحتى فرنسا تخلت اليوم عن المغرب لأنها أو شرعنت فرنسا تخلت عن دعم المغرب في هذا الإطار في إطار غدية الصحراء القربية لأنها رأت أنه بعد خمسين سنة من المستحيل شرعنت هذا الاحتلال لأن هناك شعب الشعب اسمه الشعب الصحراوي هناك دولة اسمه الجمهورية الصحراوية وهناك جبهة البوليساريوك وممثل للشعب الصحراوي وهناك جيش الصحراوي فمن المستحيل على المغرب لا بإسرائيل ولا بأمريكا أن تمرر هذا الاحتلال جوابا بطريقة مباشرة على سؤالك الغدية الصحراوية لا تحتاج إلى دعم لأنها مطروحة في الأساس منذ الخمسينيات كغضية تصفية استعمار كيف لا تحتاج إلى دعم؟ أنتم ليست لكم ديبلوماسية ليس لكم توجه؟ أنتم عندكم بعض الدول التي تتوجه سعيد لو سمعت ليست لكم ديبلوماسية الطالب بجملة لو سمعت سأنتقل إلى سعيد أكمل في قلب من دقيقة من عليها القبول بأرض الواقع والتخلي عن التخبط هنا وهناك والقبول بالاستفتاء ورفض الاستفتاء وتقديم الحكم الذاتي ولا يوجد شعب صحراوي لكن في نفس الوقت يقدم حكم ذاتي للشعب الصحراوي هذا التخبط الذي نراه من المقرب ويرجأ إلى ترامب ويرجأ إلى إسرائيل ويعني لديه مشاكل مع كل الجيران فقط بسبب أنه لا يقبل واقع وجود الدولة الصحراوية وهذا الواقع تقبله كل إفريقيا وتقبله كل دول الإقليمة التي تعترف بالجمهورية الصحراوية تقبله الأمم المتحدة وتقبله الاتحاد الأوروبي الآن الذي يعترف بالجمهورية الصحرية وتفاوت معها من هو تائه هو المغرب والديبلوماسي المغربية والحلقة الأخيرة يعيشها المغرب الآن في احتلاله للصحراء الغربية وما نراه من تطبيع مع إسرائيل هو قد سكرت الموت الأخيرة لهذا الاحتلال نعم سعيد قبل أن تعقب أنت قلت بوضوح أن هذا الاتفاق أو التعاون غير موجه لا موجه لا تجاه البوليستاريو ولا تجاه الجزائر ولكن بالمقابل استمعنا إلى تصريحات زعيم البوليستاريو الذي لربما أمر مقاتله بتصعيد القتال هل هذا الاعتراف وهذا التعاون يستحق أن يكون هناك تهديد لربما ونرى أي تصعيد في المنطقة هذا هو حال الجزائر والبوليستاريو كلما عقد المغرب اتفاقا مع دولة معينة إلا وبدأوا في الهراش والنباح يعتقدون بأن كل كلمة أو كل اتفاق وموجه إليهم المغرب لا يعني هذا الأمر المغرب يعني يعني يُعنى باستراتيجي الدولة وبدبلوماسيته ويهدف إلى بناء دولته وإلى حصاناتها وإلى تمديد التفاقية إلى أبعد دولة ممكن أن تتحالف مع المغرب لكن بمن يحس بالفراغ وبمن يحس بالخوف يقول بأن هذا الاتفاق موجه إلى القوليستاريو إلى الجزائر المغرب لا يعنيه منذ 1975 وهو يحاول أن يبني علاقة متفاهمة وعلاقة جوار حسن جوار ما بين الجزائر والمغرب والدليل هو أن المغرب لهم يتهجم مرة واحدة على الجزائر رغم أن الجزائر كانت تتهجم على المغرب المغرب رأي ثم عندما نتحدث عن البوليستاريو عندما نتحدث عن البوليستاريو عندما قال بأنه يطلب من عناصره تصعيد القتال عليك أختي ليريد أن تعرف بأن البوليستاريو يوميا في موقعه يقول بأنه ضرب المغرب وقتل وهاجم وفجر وهذه كلها أخبار وكلها تفجيرات وحروب في المواقع التواصل الاجتماعي وفي الموقع الصحراوي الذي يتمدناه كل مرة وربما وصل إلى 775 ضربة وكأنه المغرب الجنود ماتوا والسلاح انتهى والبوليستاريو اللي انتسرت بالعكس هو أنه لا يمكن لعناصر البوليستاريو أن تقترب من الجدار العازل لأن المغرب عنده استراتيجية للدفاع عن نفسه وليس لمهاجمة البوليستاريو ولديه الجرأة والقناعة العسكرية للوصول إلى تندوف وطرد هذا المحتل الذي يحتل مدينة تندوف وجوار بشار في هذه المنطقة وبالتالي المغرب لا يريد تصعيدا المغرب يدافع عن وحدته الترابية يؤمنها من خلال اتفاقية والستراتيجية المبنية مع الدول الصديقة والتي سبتنا طرح الحكم الداتي وهو ماشي في سيرورته وما على الدول الأخرى التي تعارض هذا إلا أن تنبح وأن تقول ما تشاء ونحن غير معنهم بهذا النباح الذي شوش وكثيرا ما قيل وهذا الطالب يقول بأن المغرب يعيش في لحظاته الأخيرة كأنه يعني هو من يمتلك مفاتيح الموت ومفاتيح نهاية العالم المغرب مستمر في استراتيجية وأن تتدرك جيدا بأن المغرب من خلال الدبلوماسيا حقق مكاسب وانتصارات قوية لم تستطيع أن تحقق الجزائر ولا حتى تكون لزارة نعم طالب تفضل بجواب أخير بقتضعب لو سمح في جواب أخير قال أن المغرب لم يهدد الجزائر والجزائر تهدد المغرب هذا يقول هذا يقول عن الوزير وزير الدفاع الإسرائيلي الذي هدد الجزائر من أراضي المغربية ماذا يقول عن الأعمال العدوانية ضد الجزائر التي نراها يوم بعد يوم من طرف المغربة طبعا أي تهديد أنت أين تعيش أنت تعيش تحت الأرض ولا فوق الأرض من أين تأتيب هذه المصادر كيف أعطيني أعطيني نقطة بأن المغرب هجم الجزائر. أعطيني. أعطيني نقطة. أعطيني نقطة بأن المغرب هجم الجزائر. أعطيني فكرة. أعطيني نقطة بأن المغرب هجم الجزائر. لا يا أخي. أنزع إما السكران وإما نعم بي. لو سبحتمها للأسف لم يتبقى الوقت الاستمرار. بجملة. 30 ثانية لا يوجد لدي. بجملة. معروف من هو السكران في شوارع باريس. لا لا لا. لو سبحتمها. لا 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 لا. طالب علي سالم الناشط الصحراوي. حدثا من مدريد. شكرا جزيلا لك. والصحفي سعيد العفاسي. والصحفي المغربي. شكرا جزيلا لك. وبهذا عزاء المشاهدين. نصل إلى ختام هذه المناظرة. أشكركم على حسن المشاهدة. وإلى اللقاء.